موسيقى شيء آخر أحبائي المسيح قال للتلميذ أنتوا رح تخدموني باسمي وتعملوا معجزات باسمي وتصلوا باسمي وهذا واضح من يحنى قال مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن مهما طلبتم باسمي فإني أفعله أطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا المسيح أو التلميذ استمرت بالخدمة من خلال اسم يسوع المسيح خطايا غفرت الخلاص تم شفاء المرضى وإخراج الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع المسيح وهذا دليل أن المسيح حي قام من بين الأموات شيء آخر أحبائي مئات من الشهود يعني بولوس بيتكلم عن مئات من الشهود وإن المسيح لوقة بيقول ظهر للتلميذ مدة أربعين يوم أراهم نفسه ببراهين حية أربعين يوم هو يظهر للتلميذ وبعدين الرسل قالوا يعني ونحن شهود لذلك ثم الامتلاء من الروح القدس أحبائي دليل مهم جدا على قيامة وصعود الرب يسوع المسيح فالمسيح فعلا قام وكانوا شهود لهذه القيامة ثم ماذا أحبائي عن ظهرات المسيح للتلميذ لأكتر من خمسمائة شخص لما صعد يسوع إلى السماء كان يعني أعداد كبيرة اللي بشفوه وصعد إلى السماء كل هذه شهود أحبائي من خلال ظهرات المسيح بعد القيامة ماذا عن تغيير التلميذ التغيير الجذرة اللي حصل في حياتهم من حياة الاختباء والخوف والشكوك إلى الشجاعة إلى الجرأة لا نظير لها بعد يوم الخمسين كانوا يتكلموا من غير خوف لم يستطع أي شيء أن يقف أمامهم لا الغطرسة الرومانية ولا الديانة اليهودية ولا أي شيء أحبائي انتشر الإنجيل بأقل من خمس وعشرين سنة إلى اليهود وإلى الأمم إلى تلت قارات وآلاف من التلميذ اللي ماتوا واستشهدوا لأنهم آمنوا برسالة القيامة القبر الفارغ أحبائه هو أكبر شاهد أين الجسد ماذا عن صمت الأعداء حقيقة لا تقهر لما كانوا بيوعظوا التلميذ ممكن يقولوا لا 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 الجسد موجود لم يستطيعوا أن يضحضوا حتى هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر